السلام عليكم فيديو جديد مع The King of the Ring فيديو جديد على أرخص بيسي تنجم تحصل في السقوط تونس في الوقت الحالي قادر يخدم لك للعب وكل بالمرتاح قادر يعمل لك لايف ستريم وقدر تمنتج به وتريكورده بجيم بلاي لا تنسوا كل عدد رايكش ترسبسكرايب و أي شخص تنصحت بشري حاجم سيدي خلينهم اللينك لكي نجموش دعمونا لأي تساؤل في مجلل هاردوور جيميك فيسبوك لانستغرام ديسكورد تيك توك في ديسكريبسيونا عملوا لايف كل نهار سبت ولا أحد نجاوبوا فيها على سألة متاعكم اللي عندها برشة أسئلة جيستي حذر اللايب أغلبكم مسمع بحكاية الزيادات اللي باش تصير أول عام جديد الزيادات على الأداءات بالنسبة للقطاع الانفورماتيك بسفة عامة اللي باش يخلصها المستهلك ألور هذي أحسن فرصة بما أن بريود تخفيذات في الشهر ديسمبر ونوفمبر شوفنا برشة تخفيذات تحفونة ديجا فاما فيديوهات سابقة فيهم كونفيج ولا فول سيتاب تحفونين وإن شاء الله في المستقبل القريب باش نهبطوا فيديوهات على أحسن فول سيتاب وأحسن للكونفيج في فئة سعرية مختلفة الليسانسيال أحسن فرصة باش تشري قيميك بسيتو بما أن تخفيذات وباش ما تحلش مع الزيادات اللي باش تصير في العام جديد الكونفيج ولا الأوفر باسم مجدي جيمر معالج i3-100F معالج أربع عنوية ثمانية مسارات بتربول 4.3 جيجا هرتز اللي هو يعطيك أداء نوال واحدة ممتاز في الألعاب اللي هي أكثر حاجة مطلبة في الألعاب أداء نوال واحدة أربع عنوية ثمانية مسارات يخدمك في حاجة أخرى بخلاف الجايمينج يخلك تخدم مرتاح كيت ستريمي بحكم نستريم مش مش تعمل بالمعالج بما أنه عندك كرت زوتاك GTX 1650 GTDR6 فيه هاردوير إنكودر نجم تستريمي به إيزي ما غير ما يخسرك أداء وقت اللعب نجم تريكوردي بي جيم بلاي متاعك بالشادو بلاي اللي يجي مع الانفيديا إكسبرينس وتنجم تنكودي بيه وديكودي بيه وترندر بيه فيديوات كي تعمل المونتاج معانا يخدم في برشة حاجات بخلاف الجيمين كرت ممتاز وتحفون ويعطيك التجربة المثلة في الألعاب بسعر الأقل في السوق في الوقت الحالي سعر الكونفيق 1379 دينار لكي نحصل معالج i3 10100F كرت 1650 GTDR6 وموذربورد Asus Prime H410 MK موذربورد تحفونه i3 قادر تطور عليها في المستقبل i5G 10 ورام من HP 8 جيجا بثلة 320 ميجاهرس فريقونس وSSD 240 جيجا من HP لكي تصب فيه الويندوز وكي تكون PC خفيف وستوكي فيه Game أو ZOOZ كما Overwatch أو Valorant التي تحتاجها ليس كبير برشة طبعا في المستقبل المستقبل تزيد Hard Disk Antira وستوكيات براكودة هذا من أحسن الخيارات التي نرشحهم لكم الاستوكاج متاع الجيم والفايل وSSD تخليه للويندوز Power Supply 500W Certified Mini Plus Pro من FSP لأدرة Power Supply تحفون قدر تطور عليها كروت قوية في المستقبل كما الـ 1060 Super الـ 1060 Ti الـ RTX 2060 الـ 2060 نسخ 30 جيجا في رام الـ RTX 3250 وهما كروت ممتازة بمواصفات ممتازة وتكنولوجيا جدد كما الـ Ray Tracing و الـ DLSS وبعد ذلك Lumina 1 Addressable RGB يأتي فيها شارية Addressable RGB من قدام فيها زوز مراوح Addressable RGB وController Addressable RGB الذي تنجب أن تركب عليه أكثر من مروحة في المستقبل الدزائن الكيس تحفون وهي Produced by SPS ممتازة مصفتها تحفونة UMPLEASE G تقريباً نشترها ماش من قدام لكي يعاون في الـ Air Flu وعندها UMPLEASE MUM تعزز مراوح من فوق 120 ملي وتنجم تركب فيها Water Cooling من فوق 240 ملي هذا بالنسبة الأرخص تكون فيه قادر تحصلها في الوقت الحالي وقابلة للتطوير بشكل ممتاز بسعر 1379 دينار أميزين تحب تأخذ النسخة الكاملة اللي أغلى منها بفرقة بسيط اللي هي مجلي Gamer V2 اللي تجيب سعر 1490 دينار نفس المعالج كارتغرافيك الرام كعبتين والSSD 480 جيجا اللي تعطيك مساحة أكبر لستوكاج معه سرعات ممتازة بالنسبة للSSD وتعطيك التجربة الكاملة ب16 جيجا رام باش متواجه مشكلة في حتى game الخيار الثاني كونفيق متكاملة من ناحية استوكاج SSD كارتغرافيك الرام جو كحلة جو بوتي تحفونة وطيارة وجوها به والسعر ممتاز جدا معنا 1490 دينار بسي اميزنج باش تحصل كونفيق متكاملة وقابلة للتطوير طبعا في المستقبل وإذا حبيت تشري واحدة من اللي دي كونفيق هذهم طبعا باش تحصل اللينك متاع king of the ring مجلي Gamer موجود في أول كومنتير باش نحط اللينك متاع الكونفيق لو لا والكونفيق الثانية وتوين مروا الأداء متاعهم في الألعاب المشهورة في الوقت الحالي وأول لعبة معنا جي تيا في على هاي سيتنج طبعا بمكانك أنك طيح في الستنج وتحصل رفريش ريت أعلى على هاي سيتنج حصلنا أكثر من سبعين فريم بين سبعين وثمانين اللي هي سيفيزون باش تلعب جي تيا أونلاين بطل الاربي حالة أخرى الاربي الف بياس يختلف من سيرفير سيرفير والاربي مشاكلها ليس كما مشاكل الجي تيا العادية ولا جي تيا أونلاين بعدها عندنا فالورانت طبعا مهي مطلبة جدا مطال ثان PROestar الاستي global نحن لاعب معرد شريك وحتى كنتظر هلاك estaética ليس كيف تقول أعجب إلى هاته تقريبا trapака stata ملتقطة من الت치ين wannaعجب الوثمانين بعدها عندنا ابكس لاجند على لو سيتنج global اكثر من 120지가 تتف maintainsات تجربة جيم counsel وزارت المقبلة كل شيع؟ على هاي سيتنج فول اتش دي كان لذي %70 شيئوت منQué يعتبر ممتاز جدا بالتصوى الكونفير في سعر هذا وطبعا ديما كما تلعبوش على هاي صرتوه على اللي يتلعبو على كومبيتتف ستنج اللي قريبه أكثر للميديوم واللو اللي تعطيك هاي رفريش ريت مع غرافيك مقبول وطبعا جيم كما سي اس جو أكيد تحصل فيها بين الـ 260 إلى الـ 270 فريم إيزي على لو ستنج فول اتش دي ناس الكلام على سي اس جو حتى كي تطلع في الغرافيك ما كش بش تخسر برشا في الأداء ديما بش تحصل أكثر من الـ 160 فريم للـ 200 فريم إيزي الجيم اللي بعدها فورتنايت على فول اتش دي لو ستنج حصلنا أكثر من 150 فريم ممتاز يجب أن تجعلك تلعب سموث لف بياس يطلع من 150 يوصل حتى 200 فريم حسب الماب وطبعا تجعلها من برفير من سموث لتحصل رفريش ريت عالي على ابيك ستنج ولي الجيم هذه الجرافيك متاعها عادي لا تستحقش تلعب على ابيك ستنج وكومبيتتف جيم كما هي تتعب على كومبيتتف ستنج اللي قريبه للـ low لتعطيك أكثر رفريش ريت على ابيك ستنج تقريبا 50 فريم وجيم كما السايبربانك 2077 على low setting full HD حصلنا تقريبا 55 فريم اللي يعطيك تجربة ممتازة بالنسبة للجيم مطلبة حتى على أقوى الكروت بعدها فورزا اوريزم 5 على الترا ستنج بين الـ 45 للـ 50 فريم اللي هو يعتبر ممتاز بالنسبة للجيم كما فورزا اللي لا تستحقش تلعبها على رفريش ريت عالي تأخذ تجربة ممتازة بجرافيق قوي وطبعا تجربة ممتازة بالنسبة للجيم ممتازة بالنسبة للجيم تحصل ريزل طابعي في الجرافيق وتحصل fps أكثر من 60 فريم الديل رينج 1080p medium setting 56 فريم 60 فريم تقريبا متوسط للفريم يعطيك تجربة ممتازة بالنسبة للجيم كما الديل رينج PUBG Steam competitive game على very low setting 1080p 120 fps وعلى الترا ستنج اللي لا تستحقش تلعبها على الترا ستنج حصلها تقريبا 60 fps competitive game كما PUBG أوتوماتيك ممتازة على competitive setting اللي تكون قريبة أكثر للـ low والـ medium لكي تحصل رفريش ريت عالي بعدها هوريزن zero down أكثر من 40 فريم وبالنسبة للـ story game كما هيك على high setting 1080p ممتاز نجم تنقص شوية في بعض الحاجات وتحصل 60 فريم إيزي اللي لا تستحقش تلعبها على أكثر من 60 فريم كما شفتوا اداة الـ config config تحفونا على الأخر على معظم الألعاب طبعا انت وشترتك مبعد في الـ setting اللي بيش تحطها وحسب المونيتر اللي بيش تشريه يداش حاجتك الـ refresh rate تطلع طيح في الـ setting تطلع في الـ setting تحط competitive setting بالنسبة للـ game online وتحصل مع تجربة متازف في أغلب الألعاب وأشهرهم مرسي بلغة رتونسيون لا تنسوا الـ link في أول كومنتر اللي حبي يشريه بيك تانكس and peace